اشتركوا في القناة فرأت امه ابراهيم عليه السلام في المنام فقال قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك فكان لصلاح والديه اكبر الاثر في صلاحه وعلو شأنه سئل البخاري كيف كان بدء امرك قال الهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب فقيل كم كان سنك فقال عشر سنين او اقل وقد جمع الى علمه عبادة وورعا فكان يقول ارجو ان القى الله ولا يحاسبني اني غتبت احدا ومن اعظم المصنفات البخاري كتاب الجامع الصحيح وهو اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى وقد اجمعت الامة على تلقيه بالقبول جمعه البخاري في ست عشرة سنة وما وضع فيه حديثا الا صلى قبل ذلك ركعتين وقد شهد العلماء للبخاري بالامامة وجلالة القدر فقال الامام احمد ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل وقال الامام بن خزيمة ما رأيت تحت اديم السماء اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظ له من محمد بن اسماعيل من اقواله رحمه الله لا اعلم شيء يحتاج اليه الا وهو في كتاب الله والسنة توفي البخاري ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومئتين للهجرة فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن خدمته الاسلام والمسلمين خير الجزاء اشتركوا في القناة